وانبارح كنت اتكلمت يبقى فيه كلام واقع والموضوع وخاصة بعد كلام سيدة الرئيس النهاردة كلام سيدة الرئيس النهاردة بتكلم على سيدة الرئيس على ايه على الواعي على ايه تاني الواعي طيب مع الواعي ويبقى فيه كده سيد وزير دول العلام قال ايه في الرد هسمعكم الاول رد سيد سامي هيكل وبعدين هقول لحضراتكم مجموعة نقاط تعقيبا حق الرد وعلى الرد الرد ثم التعقيب على الرد وحق الرد نشوف بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة طيبين خلال الايام الماضية حصل فيه جدل كبير جدا بين بعض الاعلاميين حولها تصريحات اتقالت ليه والتصريحات افرغت من سياقها والحقيقة اتقال فيها كلام كتير جدا تعلمنا في الصحافة انه على الاقل يجب ان احنا نسأل المصدر ربما يكون هناك فهم خاطئ في هذا الموضوع كان ملفت للنظر انه عدد كبير من السادة الاعلامين وهم زملاء اعزاء دخلوا في الموضوع بشكل ما مفيش واحد منهم يكلمني يسألني انت كنت تقصد ايه بالزبط الحقيقة انه في المقام الاول انا صحف ويهمني جدا مهنة الصحافة واللي احنا بنتكلم عليه هو مستقبل الصحافة في مصر بشكل عام لان احنا اهضرنا حوالي عشر سنوات ماضية بسبب الخلافات اللي كانت حصلة فيه الدولة بشكل عام ما كانش فيه استقرار ما كانش فيه يعني حد بيفكر فيه مستقبل الصحافة بشكل عام لفترات طويلة المهم تجاوز الامر ايه انه البعض ابتدى يتهمني مرة بان انا يعني بشتغل لحساب فصيل ما وده مستحيل وده كلام فارغ الحقيقة بنفيه جملة مش محتاج حتى بنفيه جملة وتفصيل لان المواطنين عارفين كويس اوي احنا كنا بنعمل ايه انما النهاردة الصبح واحنا الحقيقة موجودين في الكلال الحربية واسمعت كلام السيد الرئيس وانه الادقاء الاتهامات جزافا اخطر على الشعوب ربما من الحروب نفسها الحقيقة فكرت في ان انا اعمل هذا الفيديو وان انا ادعو فيه زملاء الاعزاء اللي هجموني تربطني بيهم علاقات قوية جدا من سنوات طويلة جدا بدعو الاستاذ خالد صلاح والاستاذ دندراوي الهواري الاستاذ احمد موسى والاستاذ واي الابراشي وغيرهم ممن يعني شاركوا في هذه الحملة وبدعوهم مخلصا جدا ان هم يشرفوني هنا بكرة الاربع الساعة واحدة الظهر في مقر وزارة الدولة الاعلام بدون تسجيل وبدون حاجة خالص يسألوني عن اللي هم عاوزين يسألوني ربما فيه امور تكون غيبة عنهم فيه حاجات مش واضحة عندهم انما انا مستعدة اوضحها لهم بالارقام بالمعلومات نتكلم عن سياسة الوزارة نتكلم على دورها في اطار الدستور الحالي نتكلم فيه امور كثيرة جدا والحقيقة انا بأؤكد على دعوتهم لانه الوضع الحالي في مصر لا يحتمل ان احنا نخلي اطراف خارجية تستغل هذا النوع من الخلافات في ضرب الامن القومي المصري وبكرر دعوتي ليهم التاني بكرة الاربعاء 21 اكتوبر الساعة واحدة ظهرا في مقر وزارة الدولة الاعلام بجارتن سيتي عشان لو حد عنده تساؤل لو حد عنده اي شيء خاص بسياسة الوزارة ايه اللي حصل خلال الشهور الماضية او ايه المخطط المستقبلي للإعلام في مصر احنا جاهزين نرد عليه ولو حد منهم ظروفه مش سمحة في هذا المعادي يكلمني وانا مستعد ان انا قابل الوحده في معاد خاص به هو في التوقيت اللي يناسبه هو لان انا يهمني جدا انه يبقى عارف الحقيقة قبل ما يطلع يتكلم كل سنوان طيبين دي الرسالة كما يعني سجلها الاساسة وسامي هيكل وعرضتها كاملة رغم انه فيها كتير من الكلام اللي غير صحيح واللي انا هرد عليه حالا هرد على نقطة نقطة ولكن بطلب من الاساسة وسامي هيكل يوسع الدعوة لانه موضوع مش خاص باربعة خمسة لا صحف القومية كاملة تاني بقول كاملة سادر وسامي جلس الدرات سادر وسامي التحرير كل زملاء تم دعوتهم واللي يحضر اهلا وسهلا ولم يحضرش خلاص بس على الاقل توجه ليهم دعوة انه الموضوع شاملهم وما شاملش اه 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 سيء الاربعة خمسة اللي ذكرهم سيد وزير دولة الاعلام لا اعلام هو تكلم على الاعلام الاعلام عندنا كام قناة وعندنا كام برنامج وعندنا كام زميل وزميلة مزيعين ومزيعات ومقدم برامج كام واحد توجه ليهم دعوة فالدعوة ما تكونش قاصرة على اربعة خمسة تشمل الجميع وانا هنا بقول لسادة زملائي كلهم لو سمحتوا بكرة تعالوا نبقى موجودين هناك لان الموضوع مسر احنا رايحين نتكلم في امر يتعلق بينا يتعلق بمين يتعلق بيه تشويه لحقائق فانا انا هو بتكلم زملائي اتفضلوا يبقوا موجودين بكرة لو السيد وزير مدعكوش انا بقول لحقائقو لا انتبقوا موجودين انه اتكلم على جرايد صحافة طب الصحافة دي بتاعت مين مين ما سيقول عنها الاهرام للستاذ عبد محسن سلامة استاذ علاء سابت وزملائنا باقي الاصدارات اهرام عربي جمال الكشكي